بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد الذي نريد أن نخصصه الليلة للحديث عن موضوع يشغل بالا الكثير وهو كيف نحقق النجاح في الحياة هذه الحياة هي قصيرة جدا والأشياء فيها تتصارع باستمرار وكل واحد منا هدفه أن ينجح فيها ومفهوم النجاح يختلف من شخص لآخر كل اللي عنده النجاح هو جمع المال وتحقيق الثروة كل اللي عنده الهدف هو الوصول إلى السلطة والدرجات العلا كل اللي النجاح عنده هو الشهرة وكل اللي بغي غسل المولع فيها فالنجاح يختلف من شخص إلى آخر بل وإن النجاح هذا يتغير مفهومه بحسب الظروف المحيطة بالإنسان كل اللي عنده ظروف معينة وحد اللحظة كان بغي غير السلمة والعافية كتضعف واحد المقام كي يطمع كي يقول لا ما بغي سلم العافية بغي المال وشوية كي يوصل للمال بغي السلطة ومالك يوصل للسلطة ومالبعد واحد اللحظة بغي تغير السلمة والعافية كيتغير بحسب الظروف المحيطة وبحسب التقدم في العمر هذا النجاح والرغب في تحقيقه هو الهدف اللي كيتمنى كل إنسان بغض النظر أشنه هو غرضك من النجاح في الحياة الدنيا لكن احنا هنتكلم اليوم على خطوات لتحقيق النجاح هناك اختر ما تشاء بنت النجاح في الدراسة النجاح في العمل النجاح في الحياة العامة النجاح في الوظيفة النجاح في كل أمورك دينك ودنيك أنت حر ولكن دعونا نتحدث عن خطوات عملية للنجاح أول شيء يوصيبه للنجاح هو أنك لابد أن تحافظ على المشاعر الإيجابية احنا كبشر كل نطاقات نفسية ومشاعر كين هناك المشاعر السلبية كتخلي ملاها محبط وكتخليه يائس وكتخليه دائما كشكي وكين لي عنده المشاعر الإيجابية كتخليه دائما يتحدى العقبات دائما مقبل على الحياة ودائما إذا وصل إلى باب مغلق سرعان ما يقوم بحركة حلزونية ويقفز إلى جهة أخرى ويستأنف الحياة أول قضية ينبغي أن نحافظ عليها أيها الأحبة الكرام لتحقيق النجاح هو بشكل عام الحفاظ على المشاعر الإيجابية لأنها تؤدي إلى التقدم وإلى المسارعة في الخطوات هناك الناس أشكال وأنوع كي الناس اللي عندهم من المبادئ هناك من يعيش من أجل المبادئ وهناك من يعيش من أجل المصالح الناس في المجتمع كي اللي عنده يعيش من أجل المصلحة يقلب على المصلحة إذا وصل لها راه هو هدك ما وصل شرك يبقى يمرد أو أنه يجري من أجل مصلحة أخرى وهناك من يعيش من أجل المبادئ المبادئ صاحبها دائما كتلقاه يتقدم إلى الأمام حتى يقوى إيجابية تساعده للوصول إلى هدفه غيرك اسمها الخبراء بالطاقة العالية كالإنسان عنده الطاقة العالية من إنجابها الطاقة العالية راه ما كتبع في الفاغمسي راه ما كتشراء من عند العشاب هي طاقة إيجابية عند علاقة بالمرمجة الذهنية أنك كتكون صاحب مبادئ وكاللحظ بأن اللي عنده المبادئ يسعى دوما للقيام بإنجازات كبيرة في حياته وكتكون دائما نجحته كثيرة ومتحددة مثلا إنسان عنده مبدأ سياسي لتغيير وضع المجتمع عنده مبدأ لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع عنده مبدأ لخلق فكر التضامن والتكافل بين الخلق عنده مبدأ لنبدء الظلم هذا كله هدف سامية عنده مبدأ أنه يعلم الناس عنده مبدأ أنه يصلح بين الناس عنده مبدأ أنه يصلح المجتمع برمته في الدمقرطة وحقوق الإنسان في كل هذا يعيش حياة إيجابية وكتلقون فعلا بعض الناس عيش الوضع المادي ديالهم بسيط ولكنه سعيد وقوي ويفيض مشاعر إيجابية حتى واحد محسن منه هذا إذا كان في هذا المبدأ هذا أي واحد وخا عنده السلطة وعنده المال وعنده التروة وعنده الشهرة وعنده اللي كان صاحب المبادئ هو الأقوى ما كان محسن من صاحب المبادئ إلا واحد شكونا هو هو اللي عنده المبادئ مرتبطة بالإيمان القوي بالله هذا هو اللي أفضل منه حتى صاحب المبادئ إذا كان عنده غير مجرد مبادئ دنيوية غيكون نجح دنيويا لكن ما نصيبه في الدار الآخرة أما إذا كانت مبادئه مرتبطة بالإيمان القوي بالله هذا ما شاء الله سوف ينطلق من إيمان راسخ لا يتزعزع لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا دائما يلقى عقبات وقد يصاب أحيانا بالإحباط وقد يصاب بالشك وقد يصاب بالتدبدب لكن إذا كان يتمتع بإيمان قوي بالله فإنه لا يترجع فإنه لا ينكسر فإنه لا يضعف فإنه لا يفتقر أو لا يشعر أبدا بأنه فقير أو ضعيف دائما يتقدم في طريق تحقيق الهدف والنجاح المنشوب هذه أول قضية مبدئية لمن أراد أن يحقق النجاح في الحياة بعد ذلك هناك تقنيات بسيطة لابد للإنسان أن يحافظ عليها نبدأ مثلا اليوم دينا اليوم باش يبدأ؟ يبدأ بالاستيقاظ مبكرا يقول لك سيدنا اللولين الفياق بكري بذهب مشري لابد لمن أراد النجاح أن يتعلم هذا الخصلة الاستيقاظ مبكرا وطبعا الاستيقاظ مبكر كل صباح خاص يكون في ساعة ذاتها تقريبا ساعة ذاتها باش تفق بكري خاصك لا بودة تحرص على الذهاب إلى السرير للنوم في ساعة معقولة من الليل يعني خاصك بنعاس بكري والنوم مبكر كيخلي الدماغ يرتاح وكيخلي الفكر أنه يشعر بواحد نوع من الارتياح الكامل باش يقدر يعاود برمج الأفكار دياله والخطط دياله والرؤية دياله ثم ينظر إلى الحياة بشكل إيجابي ويمنحه المزيد من الطاقة وتكسب الوقت لإتمام المهام الاستيقاظ المبكر يقتضي النوم المبكر كيف شغل يكون النوم ديالنا النوم ديالنا قبل ما كان نعسو الإنسان أنه يتوضع لأن الوضوء سلح ثم إنه ينام على الطهارة وأفضل أن يصلي وحدة الركعتين قبل النوم يختم يختم يومه بالصلة بخالقه جل جلاله وحينما ينام غير تبع السنن النبوي الشريفة أنه يستقبل القبلة لأن النوم شبيه بالموت والسن النبوية علمتنا أننا نستقبل القبلة وننام على الشق الأيمن لأن القلب في الشق الأيسر ونتنفس تنفس خفيف ثم نستغفر نذكر الله تعالى وكي هناك أذكر خاصة منك تقول لك ترتاح الجسم القلب العقل المخ كلك ترتاح من بينها أن نقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوتت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت صافي كتخوي كتخوي جميع الهم ديالك باللي ديالشيق الليك تجاره معك كتخوي في ديالك اللحظة وانتكت نعس ما كتخلص معك النوم وهز معك الحمل ديال الضغوطة النفسية ديال اليوم لماذا الكثير منك نعس ونومه أصلا عذب منك نعس نومه عذب كيتفضو كنعس كتلقى كيجيه الأرق أبغش يجيه النعس كيبقى يتقلب يمين وشمالا ومنك يديه الناس أقل 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 حركة أقل صوت كيف يقع ثم إذا اديه النوم العميق كيحلم أحلم مخيفة أحلم مزعجة وكيعد يخاف من النوم المفروض النوم هو مكان للتفريغ تفريغ كل ما عندنا منطقات وضغوطات سلبية كالناس يرتاح نستيقظ مبكرا خاص الإنسان منك يثق مبكر أول كلمة غد يقولها الحمد لله الذي أحينا بعد أن أماتنا وإليه النشور ملكة تقول هذه الكلمة رب سبحانه وتعالى يقول لملائكته وهو أعلم بهم ماذا قال عبدي يقول يا رب أول كلمة نطق بها عند استيقاضه من النوم أنه حامدك الحمد لله الذي أحيان بعد أن أماتنا وإليه النشور ثم كيبدأ اليوم كذلك كما نهيناه بوضوء وصلاة كذلك نبدأ اليوم بوضوء وصلاة هذه قضية مهمة لبغى الراحة أمور بسيطة جدا كنهي اليوم ديالي بوضوء صلاة ركعتين وكنهي الناس وفي الصباح منك نثيق أول حاجة قبل أن نفكر في أي حاجة أي مسؤولية أي واجب كنبدأ بوضوء وبصلاة ومناجات لله بعد ذلك كان أجمل حاجة أن الإنسان كذلك الرياضة خفيفة للمشي افطار هذا أمر معروفة عند الجميع وغنبدأ في التخطيط لليوم اليوم وقته محدود 24 ساعة وانت عندك أعمال كثيرة ومتعددة فلابد أنك تحرص على التفكير العميق تفكير بعمق يعني أن الإنسان باش يقدر يوصل الهدف معين كي دي الوحد تخطيط وكي يحدد الأولويات الأولويات دي اليوم وكي يعرف الفترة لأكتر نشاط خلال اليوم هذك اليوم كنا فترة دي الراحة فترة دي العمل وفترة دي النشاط السريع وفترة دي الاسترخاء فاليوم ديالك هو عطاء هاليوم دبا مثلا ذهب ولا وأدبر لن يعود أبدا هذا اليوم خاص دك اليوم هو منحة من عند الرحمن لابد أن نقوم بحسن استثماره نحدد الأولويات نشوف الفترة اللي فيها النشاط الشديد وكنتخدم فيها لأكتر نشاطا والفترة اللي فيها استرخاء والفترة اللي فيها عمل أقل وكنتضم هناك الناجحون كتلقوا يعملون على مدار الساعة الناس الناجحون في التاريخ كتلقوا بأنه كينضم وقته وكي يكون قادر على أنه يجمع ما بين الواجبات وما بين المستحبات وما بين أوقات الراحة وهكذا يصل إلى هدفه طبعا حينما أخطط وأحدد الأولويات لابد أن يكون فكري عميق نخدم الطاقة العقلية رأى الناس ما شبه يبدو يكونوا قاريين مخارجين من مدرسة أو جامعة أو معهد رأى تفكير بعمق راكين عند كل إنسان وخمقارج علاش لأن الدماغ البشري هو هو مبرمج ربنا سبحانه وتعالى كي قل في كتابه العزيز حينما خلق آدم عليه السلام أبونا آدم قال لي وعلم آدم الأسماء كلها ما معنى علم آدم الأسماء كلها هناك تأوليات كثيرة عند العلماء ولكن أقربها إلى المنطق وهي أن الله تعالى جعل الدماغ البشري قادر على الفهم والاستيعاب والتحليل والبرمجة هو ما نسميه بالبرمجة العصبية والبرمجة الدماغية والبرمجة اللغوية عد ناس كلهم عد القاري واللي مقاري حتى ذلك اللي تحرم القرية وكن نقول ره أمي روخ يتسمى أمي لما كيف حال الكراء أو الكتابة ولكن الدماغ رع عمر فخصنا نستتمر هذه الطاقة ليعطانا مولانا جل جلاله وخالقنا سبحانه وتعالى وهو أننا أي قضية نتريت ونفكر بعمق ولا ينبغي أن نتردد في سياغة أفكار عظيمة لأن البعض كيفكر أفكار بسيطة جدا لفكر أفكار عظيمة حاول أن تجالس العظماء الشباب لك يدخل الانترنت وكيضيع أوقات طويلة في تصفح المواقع التواصل الاجتماعي ياما يضيع وقته لأنه يقلب على مواضيع وقضايا تافهة وكيضيع له وقته أنصحهم يقلب على المرامج الناجحة يقلب على المفكري الكبار الشخصية الكبار ناجحي الكبار عيش مع عيش مع الكبار لكي تستطيع أن تصيغ أفكار كبيرة وشوف البرامج اللي فيها إنجازات عظيمة حتى تتمكن من صياغة برامج كبيرة وعظيمة وهنا غير الإنسان يتعلم نحو النجاح وتحقيق الأهدف بعض الخطأ يتكب من الناس أنهم يقومون بالتفكير البسيط ويضعون أهدافا صغيرة هذا كبقدم صغير لكي يفكر تفكير بسيط وكيوضع في حياته أهداف صغيرة بغير يعيش يكل ويشرب وينعس ويعود فق والسلام العفية هذا إنسان يقوم بواحد دور يقوم بجميع الكائنات وأنت كإنسان أنت مستخلف في الأرض أنت مطالب بالإصلاح مطالب بالتغيير مطالب بالنهوض بالمجتمع مطالب أن تترك بصمتك قبل أن تغادر هذا الكوكب الأرضي وقريبا سوف نغادر جميعنا لابد أن تضع بصمتك ولكي تضع هذه البصمة لا تقنع بالتفكير البسيط ولا تقنع بالأهداف الصغيرة ولكن يكون عندك واحد طموح للتفكير العميق وسيارة الأفكار العظيمة وبرمج الأهداف الكبيرة باش نوصل لهذا المجال لا بد من الاستثمار في الدات النس كيتكلموا عن الاستثمار كالك يستثمر في العقار كالك يستثمر في الفلاحة كالك يستثمر في الكرسي الكرسي الوظيفي أو الكرسي المنتخب بغي يصعب من رئيس رئيس جماعة إلى رئيس جهة إلى رئيس كذا إلى وزير هذا استثمار كل واحد حر في استثماره في جميع في الرياضة في الفن في السياسة في المال الاستثمارات كثيرة ولكن من أعظم الاستثمارات الاستثمار في الدات استثمر في داتك لأن الإنسان حينما يقوم ببناء داته نفسيا سيكولوجيا جسميا فكريا هذا غد يقدر يكوني للإنجازات عظيمة لما يستثمر في الدات دياله غير قدائما ضعيف مثلا البعض قد يشارك في نادي رياضي نادي رياضي يتعلم رياضة من الرياضات ليس من أجل المصارعة والمتشاجر مع الأرض ولكن يحافظ على بنيته واللياقيته البدنية ويكون عنده طاقة دائما متجددة هذا استثمار المال اللي تخسره في النادي ما تسمى ما تخسره كتسمى استثمار في الحفاظ على النياقة البدنية كذلك الذي يتمتع بأغذية صحية كي يكلو طعم صحي فواكه خضروات لحوم بشكل محدد هذا أيضا هذا المال اللي كتنفقه يسمى استثمار في الدات كتبني واحد البنية جسمية قوية الإنسان اللي كيشري كتب باش يقرأ فيها رباشي غير مجرد المطالعة لكي يفهم ثم يجادل وإنما يستثمر التعليم نفقات دياله كلها استثمار كبير القضاء أو قاتل صالة ديال الرياضة كله استثمار كبير بل أن الإنسان اللي كي يمشي واحد مرة مرة كيخرج لواحد مكان طبيعي وكي يبغي يشعر بالارتياح هذا استثمار في النفس لأنه يجدد الطاقة وهكذا اللغات المتعددة تخصيص ساعات في كل يوم في تعلم شيء جديد هذا كلك استثمار في الدات فالإنسان الناجح هو الذي ينشغل بالاستثمار في ذاته بدنيا وفكريا ونفسيا وروحيا الكثير منا يسعى إلى النجاح ولكن قد يخطئ الطريق حينما لا يحافظ على التوازن في الحياة كالقوح الظاهرة مجموعة من الناس يخدموا بليلوا بالنهار خدام في مجال العمل البناء التسويق التجارة السياسة يجرب الليل بالنهار ولا يخلق توازن في الحياة باش تكون ناجح لا بد أن تخلق التوازن وإلا غد تكون حياتك بعضها على حساب بعض بعض العلماء في التنمية البشرية يقول لك لا بد أن توازن ما بين الجد واللعب ما بين الهدوء والفوضى الذي يركز على جانب واحد في حياته أو اثنين ويهمل البقية هذا ضغي كيهاية ومن البعض كي القى بأنه وصل الهدف اللي بغى ولكن لم يحقق النجاح المطلوب البعض ربما قد يرى النجاح في الكسب المالي أو مهم ولكن قضاء وقت مع العائلة أيضا مكسب عظيم اللقاء مع الأحباء وقضاء وقت جميل مع الأصدقاء هذا أيضا نجاح كبير أن الإنسان ينخرط في عمل إنساني أو عمل اجتماعي يحقق وحد لإضافة للمجتمع هذا أيضا نجاح كبير لابد أن نحافظ على التوازن في الحياة شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا لا تضع كل بيضك في سلة واحدة وإلا انكسر البيض وضعت السلة ونحن نخدم نقلب على النجاح مرة مرة قد القول فشل هنا لا ينبغي أن نخاف من الفشل العدو اللدود الذي يخل الناس فاشلين هو خوفهم من الفشل ذاته الفشل ما هو إلا الطريق من الطرق التي غنمروا عليها ثم سرعان ما نقوم هل تعلمون بأن معظم الناجحين سبب نجاحهم هو أنهم تعرضوا لسلسلة من الفشل ومن ثم حاولوا أن يفهموا الأسباب والمسببات ثم يقفزون على ذلك فلا يمكن أن الإنسان يفشل ويقوص فيما عندي ما عندي ظهر تفشل يرويد هنبكت هنا هذا لك يقع للشباب الكثير مننا شباب كتلقى عاطل وكتلقى ربما تيمشي المقاهي ويدخن ويبحث عنه العبت يقول لك أنا فشلت ولا قدرة لي على هذا هذا أكبر خطأ ما فيش شيء اسمه الفشل وما فيش شيء اسمه الخوف من الفشل بل لابد أن يكون عندك مبدأ عدم الخوف من الفشل كن زعم كن في قوة الإرادة والعزيمة أزيد القدام واستعن بالله أربغ دعونك بقوته وبرحمته وما ذلك من لغن حيد الخوف من الفشل غنق أكتر نجاحا أكتر ذكاء وأكتر معرفة بالأمور كذلك من الأمور التي تجعل الناجحين في الحياة لابد أن نتخطى المخاطر هناك مخاطر في الحياة كتوجهن بين الفين والأخرى ربي عز وجل من رحمته وحكمته جال الحياة الدنيا هكذا بحل ذلك الفرس اللي يجري في الحلبة كتل قديمين عنده مجموعة حواجز كنشوفوا أسبوع الفرس رأوا الكيجري وكتل قديمين حاجز أول حاجز تاني والفرس يقفز والناس يصفقون والفرس الذي يمتطي صهوته يشعر بالفخر هكذا كذلك الحياة الحياة هي فيها مخاطر فيها عقبات ولابد أن نتخطاها كل عقبة كل معوق من معوقات الحياة نتخطاها لا ينبغي أن نتوقف لأن الحياة تسير أنا بحلت لن إذا وقفت نسفتوك وانتقى تبقى وقف بلاستك وتبكي على الأطلال لابد أن تتخطى كل المخاطر من اللي تطيح أسرع أسرع بسرعة أنك توقف التحديد في تجارة لا تضرب أخماس بأسداد لا عاود مض ودير تجارة تانية ولو بأقل القليل اسقطت في واحد الامتحان في واحد المباراة لا تبكي على حظك التعيس قم من جديد وعاود رقب تاني أخر اسقطت في الزواج لا داعي لأنك تشعر بالإحباط عاود جد الحياة وتخطى تلك المخاطر هكذا الناجحون الناجحون لا يوقف طريقهم شيء ولا يعوق تقدمهم شيء ودائما فكرة أخرى لابد أن نعتمد عليها هو عدم استخدام الأعضار كان بعض الناس يقول لك أنا أنا ما عندي زهر لأنني عندي أعضار كثيرة الوضع الاجتماعي مقلق الوضع المالي ضعيف الحياة صعبة أنا جيت في واحد الأسرة وضعها غير مستقر كنت كنت في واحد الحي اللي هو يا شعبي وفيهم بزاف دي المظاهر السلبية أنا جيت في واحد الزمن اللي هو زمن أغبر أنا جيت في واحد النظام اللي هو لا يحقق العذالة يبقى للك الأعضار ما كيساليش هذا العمر ما يسالي وما كيحمدش ربي سبحانه وتعالى كيما هو اكتار منك في الوضعية واستطاع أن يحقق النجاح لا ينبغي أن تستخدم هذه الأعضار لابد أن تكون قوياً وتسعى السعي الجد لتحقيق النجاح والأعضار إنما هي مجرد محبطات اللي كيبقى يقلب على الأعضار هذا إحباط لا ما نقولش فاتني البيس لا أنا اللي ما جيش في الوقت المحدد خسني نتعلم اليوم ومنغداماً قجنع أو نيراد الخطأ أي حاجة ممكن نتجاوزها وهنا سوف أسير إلى الأمام الإنسان بش يقدر يكون دائماً ناجح لابد أنه يتفاذى الخوض في النزاعات والصراعات الهامشية وهذا اللي قال فيه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ترك ما لا يعننا ترك ما لا يعننا من حسن إسلام المرأي تركه ما لا يعنه الحياة مليئة باللغط الحياة مليئة بالنزاعات الحياة مليئة بالصراعات لك يدخل المواقع للتواصل الاجتماعي غد يلقى عباد الله بحل السوق دير الفيسبوك قل لي ونقول لك كلام طويل وعريض هذا نزاعات و هذا السب و هذا الشتم و هذا التعقب للعورات و هذا كلام فارغ و مجموعة يقولوا كلام إلى حذلته أدلقى بأنه عندهم أمراض نفسية و ضغوطة نفسية لا ينبغي أن نضيع أوقاتنا في ذلك غير تشوفها لا داعي أنك تطلع لها مر عليها مرور الكرام سيقلب على الأشياء المفيدة الأشياء اللي عند المعاني الأشياء اللي كتبني ولا تهدم الأشياء التي تجمع ولا تفرق الأشياء التي تضفي على الحياة صورة جميلة و إيجابية لماذا؟ لأن الحياة قصيرة غدغت قضاء و ربع الزواج اللي غي سوونا لتسؤولنا يوم أن نعني النعيم هذا النعيم دي الراحة و دي الوقت و دي الوسائل المتحة تسأل عنا يوم القيامة لهذا العاقل اللي بغى النجاح لابد أن يتفاد الخوض في الأمور تافهة و يتفاد الخوض في الصراعات و في النزاعات و يبقى دائما يتعلم فن الإتقان فن التعامل فن الإبداع يقلب لحجر فائدة و يسهم فيها في بناء المجتمع و كذلك الإنسان بش يقدر يكون دائما وقته لنا الوقت و من ذهب كيف يستيقظ مبكر و ينام مبكر و يحدد الأولويات دي اليوم كذلك يكون عنده المخطط دي الأسبوع الأسبوع و كذلك الشهر هكذا ربي عز وجل قسم لنا الأيام دلنا الأسبوع و دلنا الشهر و دلنا السنة و دلنا مناسبات في الأسبوع كنا يوم الجمعة رأى الأسبوع قرى بسالي و في الشهر أيضا كيبالك الأيام البيضة في الصيام احضر الأيام تمضي و في السنة دلنا رمضان و دلنا الحج الأكبر في العمر يعني كل هذا مواقيت باش تكون عندك مخطط مهم فلا بد أنك تضع مخططات ليومك و لأسبوعك و لشهرك و لسنتك و لعمرك و دائما المخططات كتسعى إلى تنفيذها و التنفيذ يكون دائما بالمراجعة و الاستفادة من الناجحين لا ننسى أن الإنسان أنه يقلب على لحظات للإستروح مهم جدا الراحة النفسية و الحياة ماشي كلها عمل و كفاح و تعب أيضا هناك لحظات يلتر فيه عن النفس لذا كتجي العطل العطل في الدين و في الدنيا هناك عطل فيها ترفيه عن النفس نخرج مع العائلة و الأحباب في سفاريات نخرج مع الأصدقات الأصدقاء في رحلات جماعية نقوم بممارسة رياضات متعددة الكيبر السين خصومة الوريدة المشي نجتمع على طعام جميل فيه محبة و مودة لأن التجمع على الطعام عنده وحد معنى جميل كيبقى في النفس وهكذا أشياء جميلة في الحياة لابد أن نسعد بها حتى الحياة كفاح ولكن أيضا الحياة متعة والحياة ترفيه عن النفس و ذلك الترفيه كي يخلي الإنسان أنه يحيد للضغوطات و يزيد في العيش الناجح و الرغيد أيها الأحباب الكرام الحديد طويل جدا لا أريد أن أسهب في الكلام ولكن أود أن أترك الكلمة لكم كيف ترون الحياة لكي نتجاوز صعوباتها الناس الناجحين في الحياة كانت مننا يتصدوا بنا و يقولنا تجربتهم كيف حققوا النجاح باش اللي هو فاشل يعرف يستفر منه و هذه صدقة رأى لكي يتصل و كيأطينا واحد معلومة جديدة و كيأطينا واحد الفائدة جديدة رأى صدقة من أعظم الصدقات كي تسمى صدقات الأفكار و صدقات المعلومات الإيجابية عند الأجر و التواب مع خالقه جل جلاله ترجمة نانسي قنقر